معنا السيدة امو احمد تتفضل امو احمد ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته تتفضلي حضرتك ازايك يا ام الشيخ نعم وفضل الحمد لله كل سنة انت طيب وانت طيبة وسائر المسلمين يا رب من فضلك انا عندي سؤالية انا ست كبير ومسلم ومن فضلك انا عندي طلب ان حضرتك بس تتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمتي علي حاضر السؤال الاولاني السؤال الاولاني بنتي متجوزة وبتجيب لي حاجات وبتديني فلوس وبتسعيد لي بس ما بتقولش لجوزة هل ده حرام ولا حلال طيب ده السؤال الاولاني السؤال التاني التاني انا بينسى بيفوت علي الفجر اعمل ايه بيفوت عليك الفجر طيب لان انت يعني ما بتقدريش ده لان ان انت بيفوت عليك لان ان انت بتبقى مستغرقة في النوم وكمان عشان السن هل ده صحيح؟ نوم عايزة اقوم اصلي اقول شوية كده لان هرتلة طيب بنتك لو كانت بتاخد الفلوس دي عندها مصروف عندها مصدر عندها بتشتغل عندها مصدر مصادر والمصادر دي الفلوس الفلوس دي بتدخل وهي يعني مصدر للكسب خاص بيها عندها فلوسها بتشتغل وكمان بتعمل بكمان او عندها مصروف بتدهولها زوجها اللي هو مصروف ايدها وبتديلك من الفلوس اللي اكتسبتها بشكل صحيح لا معليهاش انت معلكيش اسم طب زوجتك بقى بنتك بقى هل لازم تقول لي جزة طبعا من حسن العشرة ان هي تقول لي جزة طب واذا كنت انت محتاجة وشايفة ان ده ممكن يوجر صادر وهي لها زمتا مالية مستقلة فاذا تصرفت في مالها لا تأسب لكن الاساس ان هي تخبر زوجها من باب حسن العشرة احنا مش بتاع احنا مش عندنا ده حقه ولا مش حقه لا دي مالها الخاص مالها الخاص نعم وهي بتديك من مالها الخاص فاذا هي تديتك من مالها الخاص فليس فلا يجب عليها لا يجب عليها الاخبار ولكن من الافضل ومن ينبغي ان هي تعمل كده عشان زوجها ما يحسش ان هي بتعمل حاجة من وراه وبتخبي عنه لانا نفس الكلام هيكون بينهم وهم بالتبادل فاذا هي ليس عليها اسم وانت معلكيش اسم اما مسألة ان انت حضرتك ما بتقدريش تسحي مع صلاة الفجر لسبب سن حضرتك فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى انت هتحاولي تكتهدي وتسحي في الفجر ما استطعتيش اول ما تسحي ولو مع النهار صلي صلاة الفجر وان شاء الله ربنا يقبل منك